موسيقى النشرة الرياضية المفصلة من الميادين أهلا بكم تقنية الفيديو المتساعدة للحكام فار ستعتمد مدام من الدور ربع النهائي في كأس الأمم الأسوية المقبلة والمقررة مطلع العام الجديد في الإمارات الاتحاد الأسوي أشار إلى أن التقنية ستستخدم في سبع مباريات على أربعة ملعب ويمكن استخدام التقنية في أربع حالات مؤثرة بعد هدف مسجل وعند احتساب ركلة جزاء ورفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة إلى هوية لاعب جرى انذاره أو ترضح فستشهد البطولة القارية مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى أطلت الأحوال الجوية الماطرة في الكويت المباراة الدولية الودية بين المنتخب الأزرق وضيفه البحرينية التي كانت مقررة عن ملعب نادي النصر وعلن الاتحاد الكويتية كان قرار إلغاء اللقاء اتخذ بغية الحفاظ على السلام العام للمنتخبين وأجهزتهما واللعبين والجماهير ومن المقرر أن يخوض الأزرق مبارا ودية أخرى ماما نظيره السوري في العشرين من الشهر الجاري الكويتي لا يربط في مشاركات رسمية لا فيما يخوض البحريني نهائيات كأس آسيا يوادع منتخب ألمانيا أسوأ أعوامه تاريخيا بثورة تغيير يقودها المدرب يوكيم لوف لعب المنشفت يأملون مصلاحة جماهيرهم وشبا يتطلعون إلى تلقف الفرصة في غياب عدد من الأساسين منتخب ألمانيا يأمل أن ينهي عام المعاناة ببارقة أمل لمستقبل أفضل السنة الحالية تعد الأسوأ في تاريخ المنشفت على الإطلاق خسارات لم يعهدها فريق الماكينات وأكثرها إذلالا كان الإقصاء المهين من كأس العالم الماضية يوكيم لوف لم يرفع الراية البيضاء إذ جدد الاتحاد الألماني الثقة به مديرا فنديا يتطلع يوكي إلى الفوز في المبارتين المقبلتين ضد روسيا وديا ثم للثأر من هولندا ضمن دوري الأمم الأوروبية أعتقد أنه يمكننا أن نختم هذا العام بنتائج إيجابية خلال السنة الحالية لم نلعب كرة قضم حمسية فجنائنا بعض خيبات الأمل نعتزم القيامة بثورة في صفوف الفريق تدريجيا فاللاعبون الشبان يحتاجون إلى وجود أصحاب القبرات وضعنا في دوري الأمم ليس في أيدينا إنما هدفنا الأكبر هو كأس أوروبا بعد عامين جماهير ألمانيا تبدو في حالة متباينة فتخافض على خضورها القوي في مباريات البوندسليغا لكنها تعزف عن متابعة المنتخب مدير المانشافت أوليفر بيرهوف أرجع سبب الفشل في بيع تذاكر المباريات إلى الأداء المخيب للأمال خلال العام الحالي من الحتمه أن نخلق السعادة مرة أخرى بجهودنا وبتقديم كرة قدم عظيمة بعد ذلك ستأتي الجماهير لوف سيفتقد إلى بعض العناصر المهمين ولسيما الثنائي يوليان دراكسلر وماركو رويس وللمرة الأولى منذ سنوات لن يعول المدرب على مدافع جيرون بواتينغ المستبعد لينضم إلى سامي خديرة وأبقى لوف على القائد والحارس مانويل نوير رغم تراجع مستواه وأرقامه في الأوينة الأخيرة مع فريقه بايرن ميونيخ لكنه قد يعول على أنطونيو روديجر في محور الدفاع مع أطاء الفرصة للاعب باريسان جرمان ثيلو كيرهر وتحفل التشكيلة بالمواهب الكثيرة في خط الوسط مع ضم جوشوا كيميتش إذ يمتلك أيضا يوليان برانت وكاي هافرت وليونغورتسكا فضلا عن الجناح لرويساني والمهاجم تيمو فيرنر مصائب باير ميونيخ ومسلسل إصابات نجومه تتواصل والجديد انضمان النجم الكولومبي خميس ردريغاز لقائمة الموصابين في الفريق البافاري خميس أصيب بتمزق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى خلال التدريبات الجهاز الطبي في الفريق البافاري لم يكشف مدى غياب خميس لكنه أعلن أن اللاعب بحاجة إلى عدة أسابيع المشاركة مجددا في المباريات ردريغاز انضم إلى مجموعة من أربعة مصابينهم الكنتارا وتوليسو وكينجسلي كومان وأرين روبين يبدي نادي تشيلسي تعاونا مع تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تعاقده مع اللاعبين القصر وإلى جانب النادي اللندني تخضع أربعة أندية إنجليزية أخرى لتحقيقات يجريها فيفا في مزاعم تتعلق باردكابها مخالفات قد تعرضها لعقوبة المنع من إبرام تعاقدات لمدة عامين فضلا عن غرامات مالية وأشار لبروزي لتعاونه على نحو كامل مع فيفا وإلى تقديمها دلة تثبت التزامه لوائح الاتحاد الدولي التي تمنع انتقالات اللاعبين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما كارلو أنشلوتي يرغب في تدعيم تشكيلته من لعبي فريقه الأسبق ريال مدريد مدرب نابولي الإيطالي وضع نصب عينيه لعبي الملكي اللاعبي الملكي ماريانو ويورنتي إذا رتبط الأوروبا لا تجد مانعا في الحصول على عرض المغرم في ظل عدم اعتماد المدرب الجديد لريال سانتياغو سولاري على خدمات اللاعبين لعبين على نحو الأساسي من جهتها الملكي ينتظر بفارغ الصبر تقرير الاتحاد الأوروبي لقرأ القدم حيال خرق باريس سان جرمان قواعد اللاعب المالي النظيف كي يشتري نجمه الأول نيمار تذاكر مباراة سوبر الكلاسيكو بين ريفر بيت وبوكا جونيورز نفذت بالكامل بعد طرحها على الانترنت التذاكر بيعت بالكامل وقد أبدل جمهور استياءه من بطء العملية بسبب الضغط الكبير على الشبكة مواجهة ذهب كانت قد شهدت أسعارا خيالية وصلت إلى خمسة ألاف دولار أمريكي فيما يبلغ معدلة تذكر الواحدة تسعين دولارا يذكر أن المباراة موعدها في الرابع والعشرين من الشهر الحالي وقد شهد الذهاب على التعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لي وأحد يحاول الاتحاد المكسيكي خلط أوراقه بعد كأس العالم بعدما خرج من دور الستة عشر على يد لبرزيل التخطيط لكأس العالم المقبلة بدأ من اليوم الأول وولا الخطوات جهاز فني جديد تليها المشاركة في بطولة أمريكا الجنوبية حسمت الصحافة المكسيكية التعاقد مع المدرب خراردو مارتينو بعدما رفض تجديد عقده مع أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي المدرب الأرجنتيني سيتولى الإشراف على المنتخب المكسيكي للأعوام الأربعة المقبلة مقابل ثمانية ملايين وثمانيمائة ألف دولار أمريكي ابن الخمسة والخمسين عاما نال خبرته الدولية مع البراجواي خلال كأس العالم 2010 ومع الأرجنتين حيث قادها مرتين إلى نهائي كأس أمم أوروبا بالحديث عن الاستحقاق القاري في أمريكا الجنوبية أصبح الحديث متقدما لتشارك المكسيك في البطولة على نحو ثابت كذلك هي الحال في أهم بطولة الأندية وهي كأس لبرتادوريس لهذا الغرض توجه رئيس الاتحاد المكسيكي يون دي لويس ورئيس رابطة الدوري المحلي أنريكي بونية إلى البراجواي للقاء رئيس كون ميبول أليخاندرو دومينكيس لقد تحدثنا عن عودة المكسيك إلى كأس لبرتادوريس وكأس أمم أمريكا الجنوبية لكن من المؤكد أن ذلك لا يحصل في المدى المنظور لأن رزنامة المنافسات الدولية وضعت زيادة منتخب إلى بطولة قرية يعني زيادة النفقات وبالتالي علينا رفع قيمة الأرباح أيضا كل هذه النقاط ستكون محورة بحث جدي في المرحلة المقبلة ضخ الأموال سيكون عاملا أساسيا لارتقاء لاعبي المكسيك كما هي حال كبار النجوم فعلى سبيل المثال رواتب تشكيلة المنتخب بكامله المشارك في الوديتين أمام الأرجنتين لا تصل إلى قيمة راتب نجم التانجو باولو ديبالا أو مورو إيكاردي نهائي القرن لم يبح بكل أسراره بعد تعادل دراماتيكي بهدفين حسم مواجهة أتهاف الدور الختمي لكأس لبرتادوريس بين أبوكا جيونيورز وضيفه ريفر بليت الأرجنتينيين في السوبر كلاسيكو قدب العاصمة الأرجنتينية قدم لقاء مفعما بالندية على منعب لبون بونيرا البوكا تقدم مرتين لأنه لم يحافظ على الفوز رامونا بيلا وداريو بنادتو تقدم مرتين للبوكا وأدركالو كاسبراتو وكارلوس أسكويردوس عن طريق الخطأ التعادل للضيوف وسيحتضن ريفر بليت مباراة العياب على منعب موني مونتال في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في السنة الأمريكية دخل لبرون جيمز نادي الهدفين الخمسة الأوائل عبر التاريخ الملك تخطى للصورة ويلت شامبرلين بعدما قضى فريقه لوسانجلس ليكرز إلى الفوز أمام بورتليند تريلي بليزرز سجل 44 نقطة و10 متابعات وتسعة مريرات حاسمة وجيمز ينوي تخطي مثله الأعلى مايكل جوردين رابع ترتيب الهدفين بفارق 867 نقطة يذكر أن احتساب نقاط اللاعبين يكون في الدور المنتظم فقط دائما في السنة الأمريكية فقد سقط كليفليند كافاليرز للمرة الثانية عشرة هذا الموسم مقابل انتصارين فقد إثر خسارة همام مضيفه واشنطن ويزرز بـ 119 نقطة لـ 95 انتقال لبرون جيمز من الكابس هذا الموسم وضع الفريق في أزمة نتائج تسيما أن الملك مثل وحده نقطة قوة الفريق في الأعوام الماضية حيث لم ينجح أي لاعب في تعويض غياب رغم محاولات كوليند ساكستن الذي سجل 24 نقطة ومن جانب وزرز تعلاق بريدلي بيل مع 20 نقطة بينما تميز جون وول بلعيبه الشامل بسجل 8 لقات و5 متابعات وتسعة تمريرات حاسمة إلى عالم الكرة الصفراء حيث بات السربينو فاك ديوكوفيتش أولى المتأهلين على نصف نهائي بطولة الماسترز الختمية للتنس بعد فوزه على الألماني أليكساندر سفيريف المصنف أول على العالم أنهى المباراة بمجموعتين بواقع 6-4 و6-1 وديوكوفيتش حقق فوزه الثاني على التوالي في البطولة وحجز مقعده في المربع الذهبي بينما ينتظر النجم الألماني الواعد مباراته الأخيرة مع الأمريكي جون إسنر لمعرفة مصيره كان هذا ما لدينا من أقبال رياضية في نشرتنا المفصلة نشكر لكم حسنا المتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة